على انقاض الحروب ورفات قتلاها يولد تحالف سياسي جديد في ساحة العراق المكتبة بالشركاء والفرقاء الطامحين للضفر بالسلطة تحالف المجاهدين هكذا اطلق عليه مؤسسوه وهم قيادات في ميليشيا الحشد تحالف يعكس نوايا هؤلاء في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في آيار وفي هذا الصدد نشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريرا قالت فيه ان مساعي العبادي في منع قادة الميليشيات المقربة من المالكي من المشاركة في الانتخابات قد فشلت في نهاية المطاف الصحيفة فندت الانباء التي تحدثت عن نجاح العبادي في وضع قادة الميليشيات امام خياري الحياة السياسية او السلاح واكدت ان كبار مسؤولي الحشد ما زالوا يتحكمون بمقاتليهم رغم اعلانهم الخروج من هيئة ميليشيا الحشد التشكيل السياسي الجديد المكون من ميليشيا بدر وميليشيا العصائب وميليشيا حزب الله بجانب فصائل اخرى يهددوا بتفاقم التوتر الطائفي في العراق وتصاعد النفوذ الايراني الداعم لرموز التحالف الجديد بحسب تقرير الصحيفة اثنان وستون مسؤولا في ميليشيا الحشد حصلوا بالفعل على الترخيص القانوني المطلوب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك بعد مصادقة مفوضية الانتخابات على احد عشر حزبا وحركة جديدة شكلتها الميليشيات وبعيدا عما سيفرزه هذا التوجه نحو خوض الانتخابات النيابية فان تحرك زعماء الميليشيات الطامحين لصناعة القرار في العراق وازاحة منافسهم بات اوضح من ذي قبل